بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بعد المحبة والخوف بيّن رحمه الله أن حصون المطلوب وزوال المكروه لا يكون إلا بالتوكل ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل وهو أعلى المقامات ويجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه وعلى الله فتوكلوا تقديم المعمول يفيد الحصر وفيها انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فيصير شركا أكبر التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة فلابد من الاعتماد الصادق الحقيقي وفعل الأسباب المأذون فيها وأقسامه أولا تفويض جميع الأمور إلى الله واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا صرفه لغير الله شرك أكبر ثانيا الاعتماد على حي مع نوع افتقار فهذا شرك أصغر كالذي يعتمد في رزقه على شخص مع الافتقار إليه ثالثا الوكالة ولا يصح أن يقال توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم فلان بل يقول وكلت فلانا أو فوضته وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الخاصة والعامة الدليلان الثاني والثالث وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن معه مطلق الإيمان يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي ما حسبك إلا الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك ذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف للإيمان الكامل أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت لما فيها من تعظيم الله فعلامة الإيمان أنه إذا ذكر بالله خاف ثانيا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا وفيها أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه ثالثا وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله لا على غيره وهم مع ذلك يعملون الأسباب وهذا هو الشاهد رابعا الذين يقيمون الصلاة أي يأتون بها مستقيمة كاملة والصلاة اسم جنس يشمل الفرائض والنوافل خامسا ومما رزقناهم ينفقون يشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل ومن أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله الدليل الرابع وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي يكفيه مهماته ويسر له أمره ولو حصل له بعض الأذية فإن الله يكفيه والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل وتخلى الله عنه الدليل الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري هذه القصة في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه فلقي ركبا فقال لهم إلى أين تذهبون قالوا نذهب إلى المدينة فقال بلغوا محمدا وأصحابه أنا راجعون إليهم فقاضون عليهم فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم فقال صلى الله عليه وسلم ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا في نحو سبعين راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة وهذا من كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حيث اعتمدوا عليه تعالى تنبيه كون ابن عباس رضي الله عنهما ممن يروي عن بني إسرائيل هو قول مشهور عند علماء المصطلح لكن فيه نظر فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل والأخبار الواردة عن بني إسرائيل هل نصدقها أو لا أولا نصدقها إذا ورد في شرعنا أنها صدق ثانيا نكذبها إذا ورد في شرعنا أنها كذب ثالثا نتوقف فيها إذا لم يأتي في شرعنا تصديقها ولا تكذيبها المسائل الأولى أن التوكل من الفرائض لأن الله علق الإيمان عليه الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الرابعة تفسير الآية في آخرها يا أيها النبي حسبك الله الخامسة تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد وفي الباب زيادة الإيمان وأنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل مع فعل الأسباب وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله عز وجل للعبد التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر